بقى نكمل مع حضراتكم الاتحاد الأفريكي لقرة القدم كاف أجرأ قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال الأفريقي أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي في دور الـ 32 الفائز من فريقاي سانيديب ده بطل النيجر وماكديشيو السومالي ووفقا للإجراءات الاحترازية كمان اللي حيطبقها كاف بسبب جائحة كورونا قيمة القرعة بشكل مغلق ومقتصر على اللجنة المنظمة لبطولات الأندية وحدت كاف هنا موعد مباراة الدهاب خارج مصر أحد يومي 22 و23 ديسمبر على أن يكون لقاء العودة في مصر بقى يحيبقى يوم يعني 5 أو 6 يناير القادم وعلى صعيد آخر الأهلي بيوصل تدريباته اليومية استعدادا اللي حيحصل بقى الفترة الجاية إن شاء الله وطبعا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق كان حريص جدا مبارحا لأنه يتجازب أطراف الحديث مع سعد سمير مدافع الفريق عشان يطمن على حالته الصحية خصوصا وأن اللعب بيقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به اللي بتشمل مشاركته في جزء من ميران الفريق طبعا مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من حجم جاهزيته كمان جونيور أجايي وقاليو باجي لعب الفريق انتظموا هما الاتنين في التدريبات الجماعية بعد ما انتهوا من الأجازة القسيرة لكل واحد فيهم حصل عليها الفترة الأخيرة وشاركت ثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة ويأكدوا ان هما الاتنين جاهزين بدرجة مليون في المئة